أيضاً سيدي عندما قلنا بيئة طاردة بالعكس المدارس الحكومية لن تكن في يوم من الأيام بيئة طاردة لأي طالب سواء كان من الطلبة النظار العاديين أو من الطلبة ذوي لعاقة الآن بناء على التقرير سيدي نعم سيدي نعم أنا أقول لك بعض مدراء المدارس بعض مدراء المدارس لديه اتجاه بيرفض هذا أو لديه عذر بيرفض هذا الطالب المدارس الدامج سيدي تحتاج إلى رمبات تحتاج إلى مرافق صحية خاصة بالطلبة إلا هم الذوي لعاقة أنا لا أستطيع كل طالب من الفئات لعاقة أستطيع أن أقبله في أي مدرسة من المدارس الحكومية أتوقف عند هذه النقطة لأرجع لك للمدرسة تحت الأغوار سيدي مدرسة فضل أرجع لك عليها بس أسمع رأيك يا دكتور جن أن نسميها بيئة طاردة هذا ظلم لا يوجد بيئة طاردة للطلبة في الأردن وهناك تعليم مدمج واضح وفي دمج لهلاء الطلبة في مدارسهم وأنت أسمع تعقيبك هذا المنظور صحيح برأيك غير صحيح وأنا لا أخصص المدارس الحكومية فقط أشمل كل المدارس منك نتحدث عن نظام تعليمي بشكل عامي الجزئين منه الحكومي والخاص يمكن كلمة طاردة نوعا ما تكون مستفزة نوعا ما بس هي غير مستقبلة غير دامجة غير مؤهلة غير مدربة غير يعني ما عندها رؤية مستقبلية واضحة يعني هذا يمكن يكون توصيف أذق وأشمل للوضع القائم بالنسبة للأردن يعني خمسة لعاكتهم هذو الطاردة هلأ نقول لك هو اللفظ كلمة طاردة يعني هلأ أحكي لك ما على الشغل هلأ يعني ما في مدير مدرب على التعامل مع الأشخاص ده والعاقة المعلمين بالكاد يعني بيحصلوا على التدريب ياده وبك أثناء التعليم بالمرحلة الجامعية البيئة الفيزيائية بالمدارس غير مؤهلة بسبب خلينا أقول أنا مجل فاعا بالعكس يعني أمكان أنا خط مواجهة مع وزارة التربية يعني أنا من مناصرين حقوق الأشخاص ده والعاقة نعم بشكله الطبيعي البيئة الفيزيائية غير مؤهلة نقص الموارد المالية المخصصات المالية لما تنحط لهذا الأمر ولكن هذا لا يعفين أنه فيه أخطاء عم تتراكم عنا من سنوات عديدة جدا يعني إلا دكتور سامي بيحكي على من ثلاث سنوات شو اشتغلنا طب إحنا من عندنا من تسعة وستين شو عملنا إحنا من سنتي التسعة وستين إش قدمنا للأشخاص ده والعاقة إذا منتحدث عن دروس متلفزة طب الأشخاص اللي ما بقدروا يتعاملوا مع التلفاز أو ما بقدروا يستقبل بالمعلومات بشكل متلفز شو استفادوا الدعم المالي طب أنا متخصص بالاضطربات العصبية وبعرف نسبة عالية جدا من المدارس ومن الأشخاص ده والعاقة أنا عمري ما سمعت أنكم بتقدموا دعم مالي غير جديد غير اليوم منك أنا بعرف أنه التنمية الاجتماعية كانت تعطي أيام المجلس الأعلى والآن بعرفنا أنه المخصصات انتقلت وزارة التربية والتعليم لكن ما شفناش كيف انصرفت